هو أنا كنت نوع أبدأ بيك عشان في حاجة أنا شايلها كده من تبالي ثلاثة أربعة ايام قلت لما أشوفك أسألها لك سمي معانا بما أني معانا أحمد الهواري في سؤال مكرر أحمد الهواري تلع معايا مثلا حاولي أربعة خمس مرات تمام فكل مرة بيسألها على حاجة عبدالله السعيد عبدالله السعيد طبعا فبما أني لازم نرحب بيه عارف ده إيه ده الشاي بتاعه هواري هيا الناس أول ما قلت أنا طلع مع كريم قال لك طبعا هنتكلم عن عبدالله السعيد عبدالله السعيد عبدالله السعيد وخلاص فضل أربعة ايام فضل يمين آه يمين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين ماشي نعتبره آه صح خواص حمد كده تلات ايام عبدالله السعيد هيروح الزمالك ولا لا عشان دي آخر مرة هسألك مش وهاي كده كده لازم تبقى أخر مرة لأن خلاص لو الزمالك مدام مش عبدالله السعيد في يناير ما فيش عبدالله السعيد فهي آه يعني مش هيجي السيف يعني مش هنقول مساء ما في يناير مش هيجي السيف خلصت طيب كمل بقى طيب الزمالك خلال الأيام اللي فاتت من بداية يناير خلينا نبدأ من بداية شهر يناير وبداية اللي انتقلتش الشتوية الزمالك هتحرك في موضوع عبدالله السعيد وكسف المفاوضات نظرا لأن عبدالله كان عنده مشكلة مع تاكيس جونياس وعبدالله كان بيرغب فيه الرحيل عن نادي برامدز الأمور خلال من بداية ماتش الكاس أو الفترة اللي تولى فيها باتشيكو الأمور هديت شوية لأن باتشيكو احتوى اللاعب ومجرد ما تاكيس ماشي وباتشيكو جي اللاعب خلاص بدأ يغير شوية كلامه وفكرة الرحيل من نادي برامدز لكن الأمر اختلف طبعا بعد موضوع تغيير عبدالله في ماتش الزمالك وبعد كده عبدالله بعد ماتش الزمالك يومين ما راحش تدريب نادي برامدز فكان في حركة لكن توقفت اليومين أو التلاتة اللي فاتوا لأن الزمالك كان بيكسف موضوع قندوسي ولو كان الزمالك تعاقد معه موضوع قندوسي كان هيلغي فكرة عبدالله سعيد بعد انتقال أحمد قندوسي للنادي الأهلي ظهر اسم عبدالله سعيد جوه نادي زمالك تاني انتقال أحمد قندوسي للأهلي مش النهاردة لا من انبارح كان فيه قاعدة مع إدارة نادي برامدز ممثلة فيه عمر بسيوني وإدارة نادي زمالك ممثلة فيه أمير مرتضى منصور القاعدة كانت انبارح ما وصلوش لأرقام كويسة في الديل أما بنقول أرقام بنتكلم عن الرقم اللي هيخده نادي برامدز مش عبدالله سعيد عبدالله خلاص إرقن عبدالله على جنب لأن عبدالله كده كده موافقته موجودة فلوسه يعني متزبطة فما عندوش أي خلاف ما بين وما بين إدارة نادي زمالك القصة دلوقتي أقنع إزاي سالم الشمسي ملك نادي برامدز واقنع إزاي الإدارة الحالية أو الإدارة التنفيذية ومثلة في منضوع عيد وهني سعيد وعمر بسيوني بكرة أو بعد ماتش فيوتشر تحديدا فيه اجتماع تاني ما بين أمير وما بين عمر بسيوني عشان يحسموا قصة عبدالله سعيد عبدالله سعيد الزمالك رجاله عشان خلاص هو الخيار المتاح حالياً اللي يقدر ينشط وجوم الزمالك الزمالك كان عايزة كندوسي مزي ما الناس متخيلة إن لعيب خط نص فهستفد به لو تفتكر الحلقة اللي فاتت أنا قلت لك طلب من طلبات الزمالك تعاقد مع لعيب تمانية قلت ليه الزمالك اللي عايز تمانية هو عنده أمام عشور قلت لك لأ هم عندهم رغباً يجبوا لعيب تمانية وزمالك كان بيتحرك في لعيب تمانية لو كندوسي مزيته كمان إنه هو تمانية وعشور بالزبط ديك كمان الصانيق على لعيب بالزبط فهتقدر إن أنت تبني طريقة اللعب عليه ده اللي اختلف طب الزمالك عشان كده رجع تاني لموضوع عبدالله سعيد ده أبرز حاجة دلوقتي في مركاته زمالك في اسمين ثلاثة تاني بتحركوا لكن الإسم الأبرز طبعاً هو عبدالله سعيد اللي خلاص القصة ممكن تتحسن بعد ما تشوف يتشور إنت شايف هتتحسن ولا 60-40 60-40 إيه؟ 60 يجي و40% لا يكمل 60 يجي الزمالك و40 يكمل في البرنز يعني هو قريب قريب جداً لإن الزمالك خلاص هو ده الخيار اللي قلت لك اللي هقدروا يغيروا عليه طريقة قبل ما نروح لرامي بما أننا بنتكلم على أحمد كندوسي أحمد كندوسي بازت ليه الصفقة على الزمالك بازت ليه الصفقة على الزمالك طبعاً الزمالك كان دخل في كندوسي من نص يناير تقريباً يعني بنتكلم في أكتر من 10 أيام عن طريق وكيل وتكلمه مع اللاعب وتكلمه مع إدارة وفاكس طيف لكن عرض الزمالك البداية كريم كان بأعارة الزمالك خاف أنه أو خلاص فكرة أن أنا أضم لعيب أجنبي يحصل قصة زكري الورد فبدأ يدخل في اللعيب أنا أجيبه 6 شهور لنهاية الموسم ببند أحقية شراء أو بيع وخلاص القصة تتحسم يعني فالزمالك قدم عرض أعارة قبل بالرفض من إدارة نهاية وفاكس طيف بعد كده بدأ يدخل فيه طب أنا هشتري اللاعب بيعناقي طب أنتوا عايزين كام القصة أن الزمالك كان بيتحرك ببطء شوية لأنه ما فيش منافس للصفقة المنافس كان نادي المولودية ونادي المولودية مش هيقدر يوصل للأرقام اللي عايزها الزمالك وكمان رغبة اللاعب أنه هو يخرج أصلاً من الدور الجزائري وانتقل لدوري آخر سواء عربي أو أوروبي واللعب كمان كان عارف أنه هو هتجيله عروض من خلال مشاركته في بطولة فالزمالك ما كانش فيه منافس أنا حتى كنت اتكلمت الأسبوع اللي فات وقلت أن الزمالك بيفوض هدف الأهلي في الصيف الأهلي كان عايز كندوسي من الصيف فلما جاب أمروان عطية الفكرة خلاص يعني تقلصت أن أنا أضم العيب تاني لكن خلال اليومين تلاتة اللي فاتوا هم شافوا أن اللاعب زي ما أنت قلت هيلعب رقم عشر هقدر أن أنا يبقى عندي بديل جيد لأفشا وبرونو سافيو أو لعيب جيد يقدر ينافس أفشا وبرونو سافيو هبني عليه وبرضو هم حطوا في حساباتهم حاجة ديانج ما بين أنه يمشي وما بين أنه يكمل مش باتكلم على يناير باتكلم أنه بعد نهاية الموسم وارد جدا أن ديانج يرحل لأي فريق أوروبي السولية خلاص يعني مش عمره في الملاعب مش زي اللي فات يعني هيكمل مع النادي الأهلي سنة كمان أو سنتين وهيبدأ أنه هو يفقد مكانه في تشكيل النادي الأهلي فالأهلي لعيبها صح في موضوع قندوسي أنا شايف أن مروان عطية وقندوسي لعيبة هيندم الزمالك عليهم ولعيبة قدر الأهلي أنه هو يتعاقد مع لعيبة للمستقبل وأدار النادي الأهلي المركاته بتاعه بنجاح جدا وبدراسة أكتر بكتير من نادي زمالك هل